السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجلس التنسيقي لمنشآт خدمة حجاج الداخل يعلن فتح باب التوظيف الموسمي لموسم حج 2434 بيعلن المجلس التنسيقي لمنشآт خدمة حجاج الداخل متحد عبل حسابه الرسمي عن برنامج التوظيف الموسمي للوظائف الإدارية والميدانية لموسم حج عام 1440 للعمل في مكة المكرمة وذلك وفق المجالات التالية مجالات التوظيف الكهرباء المياه الصحة العاشة الأعمال الإنشائية والهندسية بالمشاعر المقدسة النقل والتفوج التدريب الموارد البشرية السكرتارية وإدارة المكاتب المحاذبة المشتريات المستودعات المراسلات الدعم الفني وتقنية المعلومات البرمجة هندسة الشبكات التصميم صناعة المحتوى التحرير الفني تصوير الفوتوغرافي تصوير الفيديو التطوع خدمة العملاء السائقين وغيرها من مجالات العمل الشروط أن يكون المتقدم سعود الجنسية طبعا داء الإعلان اللي يقل عمر المتقدم عن 18 سنة الإلمان بالحاسب الآلي أن يكون حسن السيرة والسلوك التقديم متاح من يوم الأربعاء بتاريخ 21.9.144 الموافق بالميلادي 12.04.2023 واستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الأحد بتاريخ 10.04.2024 الموافق 30.04.2023 هنا يعلن وظائف موسمية شاغرة لموسم حج 44 يعلن المجلس التنصيق لمنشآت خدمة الحجاج الداخل على برنامج التوظيف الموسمي والوظائف الإدارية والميدانية لموسم حج 44 بمكة المكرمة هذه هي المجالات الصحة والكهرباء والمياه والمحاسبة وصنعة المحتوى والمونيتير والتصميم والمرسلات والبرمج وغيرها من المجالات طبعا في البداية تقوم بكتابة البريد الالكتروني ثم الاسم اسم الأول اسم الأب اللقب الجنس تاريخ الميلاد بالميلادي الجنسية رقم الهوية تاريخ انتهاء الهوية رقم الجوال البريد الالكتروني مدينة السكن ثم تضغط على التالي وتبدأ في استكمال باقي البيانات الخاصة بك اتمنى في النهاية لجميع التوفيق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته